دي حضارة لو احنا اتكلمنا في حقاها بما يشينها لجلنا قلمة اتخاذ ما ينفعش نتكلم في الحضارة دي ده احنا حقينا ان احنا نشد اخوانا ما في مدحف على مستوى العالم الا وفي دناح كبير هو اللي مكبر المدحف باثارنا المصرية اه اثارنا المصرية هي النبراس لكل العالم هي يا سيدنا هي. تلتين اثار العالم. تلتين اثار العالم مش كيفية كده لانت عندك اثار محتاجة ان انت توقف قدامها كده عشان تبني نفسك. يعني عاوز تبني كيانة. وتبني شخصيتك. شوف الناس دول عملوا ايه? من سبع كدر سنة. شوف الناس دول افكروا ازاي. شوف الناس دول اتواصلوا لقل الموم يا لاشعراها لسه موجود ازاي. اصرار العلم. شوفوا يا اخوانا الناس دي عملت ايه? وانطور من نفسنا. وانكبر من نفسنا. واننمي نفسنا. وده كله في اطار الدين. سيدنا عمر بن العاص لما دخل مصر. محطمش قسمته سيدنا عمر بن العاص صحابه عادل كان ما هدمش مصوره المقابل اليه؟ سيدنا عمر بن العاص دا كان іيه? كان داهية العرب. النبي صلى الله عليه وسلم ارطبون الرومبا ارطبون العرب. ده لا كان حد يقدر على سيدنا عمر بن العاص. لما جيه سيدنا عمر بن العاص مصر. ليه ما قسرش? ما يقدرش يكسر. سيدنا عمر بن العاص كان ليه قيادة بيلجأ اليها. وهو سيدنا عمر بن الخطاب في ذلك الوقت. بالتأكيد لجأ اليه من اجل هذا الامر. ولكن اقروه في العصر الذهبي للاسلام. وفي عصر صدر الاسلام. وفي عصر الصحابة. وفي عصر الخلفاء الراشدين الذين خال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده عدوا عليها بالنواجز. هكذا جاء الاسلام.